يعني يا مساء الخير كيف رم اخباركم ومشي مسرين طبعا اليوم قررت مدى مني جاء التحديث الجديد في افتار ور فقررت اني اليوم اخبركم عن جميع الاسرار الجديدة في محل الاثار اللي هو كيف تاخدوا الاثار وكيف تسووا يعني اشياء كتيرة وكيف رح تسوها في وقفات وحركات واشياء مرة كتيرة فاليوم رح اخبركم عن هذه الاشياء اللي في التحديث هذا فاذا ما انت مشترك في القناة فاشترك في القناة خلينا نوصل وخمسة عشر الف مشترك يلا ما برك الشيء اوكي اول شيء انه اين شوفوا الحركات اللي انت تقدري تسويها هذه من الاسرار الجديدة يعني شوفوا كيه هذه كل هالاشياء انت تقدري تعمليها اوكي طيب وناخد هذا كمان كده وتختار الاشياء اللي انت تبغيها كده كده يعني كل الحاجات اللي انت تبغيها وتحطيها في نفس هذه العربة شايفك اين هذه كده من الاسرار اوكي السر التاني انه اين في اماكن مفتوحة هذه المكان الاول ودحين اوريكم المكان الثاني اللي هو الطابق ثاني هما قالوا الطابق ثاني هذه المكان الثاني انا دحين شايفته انه هنا ثلاث طواب شايف هذه الاشياء كمان كيف برضو تاخدوها سهلة مرة شفتوا كيف تاخدوا هذا كمان لو تبغوا تاخدوا هذه ملاعق كل الاشياء تقدروا تاخدوها مرة حماس التعديث مرة يشنين اول شي خلينا نشوف الطابق هذا اللي تحت وبعدين اوريكم الطابق اللي فوق دحين اوريكم كيف تاخدوا الاشياء اللي هنا وكيف تستخدموها اوكي دحين شوفوا هذا الدولاب وهذه الحاجات كلها عجبتني طيب شوفوا هذه الكراتين اللي هنا موجودة فيها هذه الاشياء CONLEMC دحين هذا المغسل اللي هنا شايفينها هنا مرسوم عليها مغسلة يعني هذه هي المغسلة طيب وين الدولاب هذا شوفو هذا هو اللي هنا مرسوم اوكي وزي كده يعني وهاد الحذر درج ولا دولاب برضو بنفس الطريقة هاي الاضاءات شايفين وهذا دولاب برضو وهذه كمان اضاءة وهذا مدري ايش هو كمان طيبد نأخذ الذي الاشياء كلها فين العربية طيب باخد العربية وبحط فيها هذه الأغراض كلها إن شاء الله أني يقدر أحطها كلها لأنه مراضي قبل شوية يقبل أني أخذ أوريكم هذه الأغراض وبعدين أوريكم الأغراض اللي بعدها أوكي كده شايفين أنا رتبت الأغراض حقتي كلها طيب هاخد العربية هذه هذه الأشياء كلها اللي هنا شايفين هذا الدكور حق المطبخ اللي عجبني خلاص أنا أخدته لحين بروح البيت حقي وأوريكم كيف الأشياء هذه جبتها أوكي لا من في هذا البيت عشان هنا بيت الملك الظالم ما ينفع مرة البيت يعني مرتب وزي كده مرة ما ينفع فيه إني أسوي فيه أي حاجة أو أوريكم فيه أي حاجة أوكي طيب كده الروح نخرج من هذا البيت نروح البيت التاني اللي فيه الورد أيوة إن شاء الله بسيكون البيت ممكن كب لأنه مرة حسان أيام العيد بسرعة بسرعة أعمل المقاضع وزي كده وأنا مشغولة وما كنت باردت بمرة البيوت يعني شوف كيف الكركبة اللي أنا فيها يلا يلا مش حالة يا مش حالة بس لحين أنا رح أوريكم على الأشياء الباكية أوكي لحين ننزل زيزو نفسها لطلبة الأشياء اللي هذا نفس الشخصية اللي أخدتها معايا شايفين هنا المطرخ كده طيب أفتحوا هذا النفس عشان إنكم تقدروا تحركوا الأشياء شوفوا هذه المغسلة أنا خدت المغسلة كم حبة خدت اثنين الله يهديني شوفوا التلاج والله هو الدولاب طيب لازم تحركوا ده عشان تقدروا تجيبوا الأشياء الباقي أشوفوا أشي اللي فتحته دوبي ما بين معايا أشي اللي فتحته شوفوا هذه اللمبات شايفين مدى الفرحة هاي شوفوها جات هنا في الجدو هنا مثلا بحطها شايفين كده شوفوا هذا كمان هذه الأشياء كلها الجديدة اللي أنا جبتها معايا شفتو شايفين نفس الأشياء اللي أنا شفتها وعجبتني شايفين هذا حق النحاس اللي ترتب فيه النحاس مرة حيض وأنيق وهذا إيش؟ هذا الدولاب الثالث شايفين نفس الأشياء اللي أنا اخترتها هناك وجيت وهنا جبتها لحين باوريكم كمان كيف حتقدروا تاخدوا المجلس أو يعني الكنبات هذه اللي يعني إنه يصير مكان كده فخم وحلو لحين اوريكم الطريقة اوكي طيب خلاص هنا هنا في المجلس شايفين هنا كمان الديكورة المطبخ التالي شوفوا هنا أثاثه طيب وهاري كمان التالت شوفوا هنا أثاثه شايفين كل شي في حقه يعني ما عليكم طيب شوفوا السر التالت اللي أنا بقول لكم شوفوا هذه الشخصيات ايش تسوي شايفين شوفوا الشخصيات اللي بتبيع يعني هي تتكلم تقول إنه ما في ما عندي مثلا وهنا تعالوا شوفوا هذه الأشياء وهنا يعني مثلا أنا بأكلمهم وزي كده هذه الأشياء شايفين هذه الأشياء كمان جديدة حاطين لنا هي مرة حلو اوكي كده كمان نروح وهذه الأشياء كمان شوفوا هنا اوكي وهذا شوفوا هذا المطبخ هذا اللي هنا الخفيف البسيط شوفوا هنا الأشياء حقا تشوفوا السجادة هذه هي وهنا الطاولة هنا الكرسي هنا الإضاءات هنا اللوحات كل شيء هنا موجود وهذا كمان شوفوا هذا كمان هنا شوفوا كل الأشياء وشوفوا النحاس كمان مرة حيلو والله يجنيج هنا كمان شوفوا هاد الدولاب هذا الدرفة هدى الطاولة الصغيرة كل شيء موجود هنا دحني crane وريكم كيف تأخذو الكنب وهذه الحاجات حين نطلع الدور اللي هو الدور التاني عشانropكم الاشياء كيف تاخدوها طيب طيب طلعنا الدور اللي فوق وشفنا شوفوا هذا الدولاب كله شوفوا هنا اشياء وشايفين هذا الدولاب الحلو اللي مره يجنن في فيزين المكتبة هذا هي اشياء وتقدر تاخدوها وشايفين هذا هو المجلس شوفوا هذه هي ادوات المجلس لحن فين ها زيزو خلي تيجي زيزو عسل ناخد الاغراض اللي هنا طيب اهي زيزو طيب شايفين هادي الكنب وهذه المفرشة وهذه الاشياء كلها طيب هذا ناخدو وناخد ده ما تقدر تاخد الشيء الا مرتين هذا كمان مرة واحدة شفته كل شيء اخدته ونحن نروح البيت هنا ونفتح هادي الاغراض ونشوف شيء وهذه هي المفرشة خلاص كده اخدنا الاشياء اللي هنا الطاولة اخدناها اخدنا كل شيء في هذا المجلس نحن نوريكم طيب المجلس التاني كمان برضو شوفوا هنا اغراض هذا المجلس الخفيف واللول البسيط هنا اغراض اوكي اشياء مرة قليلة هذا المجلس شايفين الكبير شايفين هذه الاثاس وهذه الاشياء مع هذه الاشياء شايفين هذا المجلس هذا اللي هنا هذه الاشياء كلها هذه الاشياء من هنا كلها تبع هذا اللي هنا وهذه الأشياء كمان برضو تبع هذا اللي هنا فهمتك يعني كده تاخدوا الأثاث اللي في المحل وهذه هي الأسرار اللي انتوا يمكن من أول بتدور عليها وما تعرفوها لحين أنا رح أوريكم كمان الأشياء عشان نتأكد مع بعض إنه الأشياء هي نفسها اللي أنا جبتها دقيقة يلا يا جوالي بسرعة المتابعين مستعدين وزيزو كمان مستعدين بسرعة طيب هنا رح أحط الأشياء الجديدة أوكي طيب أول شيء المهم لا تنسوا لازم تضغطوا هذا الشيء عشان تقدروا تحركوا الحاجات اللي انتوا أخدتوها طيب أفتحي كده شوفوا الكنل وشوفوا كمان تقدروا تغيروا ألوانه تمام وهذه المفرشة شايفين وهذه الإضاءة شايفين برضو تقدروا تغيروا ألوانها شايفين كل الشيء كمان مرة حلو سهل ويجنن وكل شيء أنا شرحت لكم هو بطريقة سهلة وحلوة يعني فيه واحدة جاتتني مرة يعني تقول ليك ليش كده كيف كده يزيز وما في كل شيء ما يبيصير وما ده هذا كلا بس أهو شايفين هذا اللي هنا ينحط شايفين كيه شايفين كيه مزبطت كل شيء ورتبت كل شيء شايفين ليش لسمع العربية حلو وبس والله هذا هو مقطعي لليوم وريتكم كيف تاخدوا الأثار وريتكم بعض الأسرار الخفيفة وإذا فيه أسر الكمان تاني يكتبوا ليه في التعليقات تنسوا لايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيه ومع السلامة واشوفكم في مقطع ثماني ترجمة نانسي قنقر